أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المواني المصرية تشهد تطويرا غير مسبوقة وخلال مؤتمر صحفي بميناء دميات عقب جولة تفقدية لعدد من المشروعات بالمحافظة أضاف مدبولي أن تطوير ميناء دميات سيكتمل في عام 2027 وسيمثل إضافة كبيرة للبنية الأساسية في مصر التطوير اللي بيحصل في كل المواني المصرية هو تطوير الحية غير مسبوقة وزي ما شفنا مواني زي السخنة وميناء سكندرية والتطوير اللي تم فيهم النهاردة الحية كنا بنتابع مع معالي وزير النقل التطوير اللي بيحصل في ميناء دميات وتم عرض طبعا الخطة الكبيرة اللي بتحصل لهذا الميناء إن شاء الله بالثلاث محطات الكبار اللي حيبقوا موجودين ويمكن إحنا وقفين قدام محطة منهم وبنتابع الشغل اللي فيها إحنا عندنا محطة تحية مصر واحد وتحية مصر اثنين وإن شاء الله يمكن أول محطة منهم هتبدأ العمل زي ما شفنا كده وتشرف خمط رئيس بافتتاح المحطة اللي كانت موجودة في ميناء سكندرية هتبقى على نفس المستوى إن شاء الله هنا في ميناء دميات بإذن الله إبريل 2025 إنما الميناء كله إن شاء الله حيكتمل بالكامل في 2027 وده حيبقى إضافة هائلة للبنية الأساسية اللي موجودة في مصر بالذات لإن ميناء دميات الحقيقة موقعه وطبيعته وقربه من مناطق كتيرة جدا جدا جوا مصر وبالذات منطقة الدلتا وقربه من أيضا القاهرة بيديله الحقيقة يعني مزايا كبيرة جدا بتشجع الشركات العالمية إنها تبقى موجودة ترجمة نانسي قنقر